صباح الورد وفي يومكم يبقى جميل كده زيكم هنبدأ النهار ده بقى حلقتنا سريعا كده مع حضراتكم بفقرة الصحافة هيكون فيها جولة الأهم وأبرز عنوين الصحف الصدرة اليوم مع دفنا اللي عينوارنا لأستاذ محمد الهوالي سكرتير تحرير المصري اليوم بعد كده هتكون معانا فقرة عن مؤتمر القيادة من أجل السلام واللي بيهدف لتسليط الضوء على رؤية مصر نحو توفير مستقبل أفضل وتنمية مهارات القيادة وسنوعة القرار دفنا للفقرة دي أستاذ محمود صبحي مدير مشروع القيادة من أجل السلام والأستاذة شروق علي مديرة مشروع القيادة من أجل السلام بعد كده نتكلم عن موضوع مهم جدا يا جماعة وفقرة عن الضعية رحلة خسارة الوزن وإيه الفرق بين خسارة الوزن وخسارة الدهون هل الاتنين واحد وهل الاتنين بيفرقوا أن انت لما تقف على الميزان كده تلاقي وزنك قل ولا لأ فيه ناس طبعا بتاكل ومش بتتخن دي ناس جميلة جدا وفيه ناس بتشعب مياه وبتتخن كل ده همعرفونا هذا أرزق بقى أرزق فعلا هايكون إن شاء الله ضيفنا للفقرة دي الأستاذ إسلام إدريس سفاح الفات الفات واو يعني ده اللقب حلو يا جماعة سفاح الفات سفاح الفات ليه الكتاب برضو كان كده عن الدايت وكان ضيفنا في صباح الورد برضو وطبعا بما إنه سفاح الفات يعني هو بيقذي على كل الفات فأكيد حيكون عنده اه يعني يعني هو من ضمن الحاجات اللي كمان بيكتبها في الكتاب بتوع بيقولك لازم تاكل عشان تخص فعلا فدي حاجة جديدة برضو بس أنا عايز أقول إسلام حاجة مهمة جدا بما يجلنا أن لما باكل يعني بخصتها لما مش باكل لما باكل بادخن والله عاد يعني أنا أنا بني آدم متوازن لما باكل بادخن وما كلشوا بفعلا أنا ما هيدي مشكلة عن الناس كلها يعني في ناس تقطع الأكل تماماً وتقولك كده أنا مش هتخن وتلاقيهم بيتخنوا سبحان الله تفكريني لما نيجي نتكلم عن أجازة العيد نتكلم على حتة الأكل دي مش كده إحنا هنأخذنا كمان حلقتنا مع فقرة عن أنواع الخطوط العربية ومراحل تطور الخط العربي وإزاي إن إحنا ننشر ثقافة حصم الخط طبعاً يعني الخط ده على فكرة أحياناً يا جماعة بيبقى موهبة بس برضو خلينا نتأكد لما معلومة موهبة دي من ضفنا الخط الوحش ده بيقولوا عليه الناس صحابه بقى أسكياء جداً زي كده أنا خطي بالضبط لو شفته خطي هتلقوني يعني طلعة من ثالثة بتدائي وما كملتهاش يعني أنا مش طلعت أصلاً وأنا ما دخلتش خط وحش جداً إحنا طبعاً آه يعني بصي إحنا هكون ضفنا طبعاً راجل محترف وده تخصصه الخطات الأستاذ إسلام إبراهيم وحنعرف منه بقى قصة الخط ده موهبة ولا تمرين ولا ممكن أي حد يتمرن عليه ولا لأ قلتني لأنني عارف عايز أعترف لك أعترفه أعترف من الناس كلها أنا دايماً حسة الخط إحنا كانوا عندنا في المدلسة وانا شراحة أول حمد لله يعني وأخذت طعاً أشعر فكشان كنت دايما أقول لهم أنا ناسية كراسة بتاعت الخط أنا يعني أروح والتيتشر أوه والله السيرب عشان كنت رهيبات وأقول لهم أنا ناسية الكراسة الموضوع مش دمائك أصلاً ووقف أنش وقف وكده بس أنا مش عارف أكتب وبعدين الركعة والنسخ مفيش بقى إن خالزين نفضح نفسينا كلا شون فيش حيجانين هو نسخ تالتة تدائي بالضبط يعني بالضبط ويمكن فعلاً أنا كنت بهرب دايماً من إن أنا أكتب وعشان أنت بتقولي ممكن يبقى تدريب ولا موهبة أعتقد اللي اتنين أنا عمري ما كتبت في كراسة الخط لا أنا كتبت في كراسة الخط وكنت طالبة ملتزمة جداً وكنا كمان عندنا الإملة فاكرة حاسة الإملاق أه إملة دي جميلة معرفش لسه الحاجات دي موجودة بس أكيد موجودة لسه في النظام الدراسي طبعاً طبعاً دي مهمة قوي يا جماعة معوضوع الإملاء سواء في العربي أو في الإنشلية دي مهمة جداً طيب إحنا طبعاً لسه راجعين من أجازة العيد وكل سنة أنتم طيبين وكنا بنتكلم على الأكل أنا واحدة من الناس يا جماعة في أجازات العيد لو سفرت بتسوح في الأكل وبخص جداً أنا مش عايزين أنت إيه يا أخبرلي ما حد دايماً بتخص في الأجازات تخليني أقولك كده دايماً في أي أجازة أنت يعني مش سيب يخصص يقولون أن هو بيحرق أكتر بيثالي بيبقى الواحد عايز يشرب سواياً أكتر من الناس وحاجات سقعة وعصاير بس الأيس كريم كلا ما بتخانش على فكرة كالوريز بس فيه مقالات برضو دايماً الأيس كريم دا عمل زي القهوة عرف على الأهوة ساعات يقولولك بتتسبب أمراض ومرة تانية قولك لا أدعانتي أو أكسيدان دي مفيدة للجسم يعني كل شوية محيارين ما بين القهوة كويسة والوحشة نفس القصة في الأيس كريم توصل لقي فيه مقالات تكتب تقولك لا الأيس كريم بريء من أن هو بيتخن أو ناس تقولك لا الأيس كريم بيتخن أنا مع الأيس كريم مش بيتخن على فكرة إحنا لازم نعرف كل دا من صفح الفات النهاردة شعر الطويل عليها حلو قوي هي راجعلنا بقى بعد الأجهزة بلوك حلو جديد لازم يا جماعة الواحد كده يجدد لازم يعني بحب أنا الموضوع إن أنا ما عودش على حاجة والحاجة الوحيدة دا بعرف أجدد فيها الصراحة يا شعري مش هجيب وش هركبه الحاجة الوحيدة مرات عمل فيها لوك جديد بحب أنا التغيير عموماً مش بحب أقف عن شكل الفترة خليها بقى رجع موضوع المهم أيوة سيبكوا ملوك بقى دا عيد وكلنا عيدنا وكلنا عملنا حاجات حلوة كثير ومها بقى سفرت فيه ناس قاعدت في البيت زي كده هم الحاجة الوحيدة اللي عملوا هراحوا للكوافير بس عايزين أقول لكم حاجة جميلة قوي يا جماعة الشوارع كانت فضية جميلة وهادية أي نعم كانت يعني مضلمة لأن معظم الناس أجازة واخدى بقى المحلات قفلة وكده بس فعلاً فيه ناس قضت أجازتها نوم وبيت وفعلاً الكوميكس بتاعت أنا خرجت من الصالة رحت لحد البلكونة ودخلت ماشيت في الطرقة شوية فيه ناس طبعاً سفر أعتقد الاتنين تبسطوا كل واحد بيعيش الوقت الفراغ اللي عنده بالطريقة اللي هو يحبها بس أنا ما عرفش ليه مبارح بالليل يعني أنا رجعت من السفر مبارح بالليل لا الشارع كتزاح ما قوت ما هو يمكن عشان مبارح بالليل كل الناس رجعت آه داي عشان الناس رجع بقى يعني مش أنا بس اللي رجع من الناس أنا قلت يمكن الناس بقى هترجع من السبت لأن جمعة وسبت أجازة فقلت يمكن الناس ترجع بقى النهاردة هالزحمة بس هي واضح نيه بدي من مبارح يعني مش أنا بس اللي كنت رجع عشان عندي شغل والناس اللي زياني عندهم شغل السبت فهم رجعون بارح فطبعاً تحمد الله على السلامة بس عايزين نقولكوا بقى يعني هل فعلاً وده يمكن إحنا كنا لسا بنتكلم فيهم فترة هل العيد اختلف يا ماء يعني هل أجازة العيد وتقضية وقت العيد والأجازات والفلحة والحادث دي اختلفت عن زمان؟ اختلفت عن زمان من وجهة نظري أنا التنوع يعني بقى فيه ثقافة يعني زي مثلاً كان فيه الأماكن بتاعت الخروج بتاعت بالليل ما كانتش بالكترة اللي موجودة دلوقتي أو بالستايل اللي موجود دلوقتي زمان مثلاً الناس كانت تقعد في الكاسينو كده اللي هي زي الكافي دلوقتي حاجة على النيل كده الشواطئ كانت دايماً الشواطئ العامة الشاطئ سكندرية والحاجات أو مرسى مطروح والحاجات اللي هي اللي كانت موجودة ساعتها خلينا نقول كده ثقافة ان يكون فيه بقى قرى يعني مقفولة على شاليهات أو فيلا الاعتقد دي ما كانتش منتشرة زي دلوقتي دلوقتي بقى عندنا بقى الساحل الشمالي وبيشوف قرى كتير يعني بس ده ده حاجة أنا شايفة حاجة صحية لأنه فيه تنوع وفيه يعني احنا بنواكب العصر خلينا نقول بردون ان احنا خلاص فيه تقدم فيه حاجات جيدة وأزواق مختلفة فينا أجلال جديدة تولدت يعني هي مش هتعجبها الحاجات اللي فاتت زي بزفتب في ناس تحب تروح البحر الأحمر, في ناس تحب أن تروح إلى ناحية مثلا الغرداء وفيناں تحب تروح إلى ناحية الساحل الشمالي أكتر يعني مهم انه في الاخر انت عندك كل حاجة عندك تنوع تقدر تقضي فيه فترة أجازتك بطريقة صحية بطريقة حلوة بطريقة سعيدة مع عائلتك تدبستو لأن الأجازة ما تتقررش كثير وأعتقد كان أسبوع بحلو يعني الأجازة دي كانت أجازة حلوة للناس بس طبعاً في حاجة على الفيسبوك في الحقيقة من الحاجات اللي هي السلبية وبجملة برضو اللي هو التمرد والشكوى وثقافة الشكوى الناس عمالة برضو مش عاجبها الساحل والناس في الساحل واتتتود الناس في الساحل يا جماعة خليني نعود نفسنا بس نحنا مش عادي يعني مش لازم الناس يمشي على مزاج كل واحد آه بالزبط يعني أنا فيه ناس ممكن تكون مختلفة عني بتنبسط بطريقة مختلفة عني مش معنى أن طريقتهم مش عاجباني إنهم محشين هيبقى غلط صح يعني أنا مش فهمة إيه الانتقاد اللازع لكل واحد بيقضي متى أنا بتبسط بشكلي ما بيتخطاش حدود معينة أو ما بيدخلش في نطاق الخصوصية بتاعت أنت مش من حقك خالص تقعد تنتقد الناس لا أو إيه دا أو إيه دا وقامنا عندي يعني وبقوا فيك قوي ومش فيك قوي يعني اللي مش عاجبه يعني لو الناس اللي كتبت كده أو بتقول كده بزبط هم ناس كانوا أراضي هناك فلو مش عاجبك ممكن تمشي ممكن تغير المكان تروح مكان هذي خلاص ما ترحش أنا مش عاجبك الساحل ما ترحش الساحل بس مش معنا كده إن الناس هناك وحشة أنت بقى ما روحتش أصلاً وتنتقد بس مجرد أن أنت شفت صورة أو كده فأعتقد دا ملهوش حق خالص يعني ما ينفعش أنتقد حاجة أنا ما كنتش جواها يعني مش مجرد أن أنا شفت صورة أو سمعت صحابي بقول لي دنيا زحمة أو أو أنا مالي ما أخليني في حالي والله العظيم هنرتاح يعني لو كل واحد فضل في حاله وما بصش على الحد الثاني هنرتاح ونمشي كويس وشوف نفسك أنت إيه اللي بيرياحك زي ما أنت بتقول لي ما والله أنا بحب الأماكن الهذي أنا واحدة بحب الأماكن الهذي دا فعلا ما بحبش أنزل كريم ما بخروكش في الأعيال بتبقى زحمة يعني أنا ناس اللي مسافرة كلها مسافرة بس على الناحية الثانية كل الناس بتخرج فأنا ما بقدرش أتكايف في مكان في زحمة حوالي وفي ناس بالضبط أنا زيك بالضبط في ناس برضو بتحب العكس بتحب اللمة والزحمة وتتعرف على الناس دي طبيعة يعني طبيعة بشرية وفروق فردية ياريت يا جماعة نتقبل بعضنا ما نعودش نجلة ذاتنا ومصر فيها حاجات كتير حلوة يعني خلينا يعني بالعكس يعني الناس عملة تنتقد وتقول لك عشوائية البناء يعني عشوائية بناء إيه يعني ليه ما بنبصش على الجانب المشرق يا جماعة في ناس تعبت في المشاريع دي على فكرة واشتغلت في المشاريع دي والدولة صرفت فلوس كتير قوي علشان تبني المشاريع اللي على طريق الساحل ده علشان يعني لأ يعني خلينا كده شوية ما نعودش كل حاجة معمولة نعود نحط عليها خلينا نبص المص الكوباية المليان دايما زي ما بنقول نحاول نبقى عندنا نظر التفاقل نظرة إيجابية خلينا نشوفها من أجل التموعة يعني أنت أكتر حد هيجيله طاقة إيجابية كل ما أنت بتشوف كل حاجة إيجابية وكل ما أنت بتقتنع فعلا أن في حاجة حلوة هيحصل حاجة حلوة صحيح خلونا بقى نشوف دلوقتي الشوارع عملة إيه مع تطبيق بيقول لك الحصري طبعا أنا كنت جاء الصبح يا جماعة الشوارع فوازي وجميلة جدا وتطبيق بيقول لك ده حصري طبعا لقناة تان وبرنامج صباح الورد تبدأ إيما هبقي بكوبري أكتوبر كوبري أكتوبر حنشوفه مع بعض دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين من كوبري أكتوبر لمدينة نصر للمهندسين مش بطار إحنا ليست على كوبري أكتوبر لكن من المهندسين لمدينة نصر كويس كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد بيتحرك وكوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين كويس صلاح سالم من المطار للكورنيش مش بطار وبيقول لك صلاح سالم من الكورنيش للمطار مش بطار المحور من الشيخ زايد للمهندسين شغال وأخيرا اللي ما بتحبها المحور من المهندسين لزايد ماشي أيو مركزة أكتوبر مني أنا كنت أعضى أقول لها أنت جبتي أخيرا دي منين تقول لي ما هو طبيعي إحنا رحنا وجينا رحنا وجينا أخر طريق عندنا خلاص طيب يعني إحنا شفنا أخبار شوارة وما بتقول أنا كنت جاي والطريق حلوة أنا كنت عايزة أقول لها أن بصراحة الأسبوع كله من السبت اللي فات للسبت ده طريق كله كان جميل والكاهرة كانت فاضية وجميلة خلانا للوقت يروح نشوف أهم الأحداث والفعاليات على مدار الكاهرة طبعا وبعض المحافظات هنشوف بعد كده أسعار الدهب والعملات وكمان الفاكهة والخضال وبنقتم بدرجات الحرارة وتمارين الزنبا وبعد كده فاصل وكراقة في عنوين صحف المعارضة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر